انا اسمي اميرا يسري عندي 23 سنة طولي 153 سنتي بعني من مشكلة السمنة بقلي حوالي خمس سنين وبخاف جدا من قط العمليات فلحد ما شفت دكتور كريم في التلفزيون ولقيت عمل حالات مشاكلها صعبة جدا واوزانها كبيرة جدا فحبت اعملها فالدتي سبقتني وعملتها وهي اصلا صحتها كانت اسوأ مني كتير وعندها مشاكل كتيرة جدا فدوت خلاني اخد قرار ان انا اعملها وما هخفتش وروحت اتفقت مع الدكتور وان شاء الله هعمل عملية تكميم قريب جدا وانا مش خايفة ومقصوطا ان انا هعملها ودكتور كريم طميني جدا وبصراحة هو دكتور فوق الممتاز وانا مرتاحة جدا يعني ومش خايفة خالص بسم الله الرحمن الرحيم انا دكتور كريم صابري النهاردة هنوريكم مجموعة عمليات كتيرة منها تكميم معدة منها تحويل مسار منها بالونز منها اصلاح عمليات السمنة السابقة اللي حقيقة طبعا فيه اوزان اللي هي اميرة خمسة وتسعين كيلو على طول مية تلاتة وفمسين سمتي الحزبة معاملة كتل الجسم اكتر من خمسة وتلاتين وبتالي نشتكي من مشاكل من السمنة احنا مش لازم يكون وزننا فوق المتين عشان نبتدي نعمل عملات السمنة لكن لازم ان احنا نعالج السمنة ازئر لأسبسبل بحيث ان احنا نعالج كل المشاكل لانا قد تكون في مشاكل في الانجاب مشاكل في يعني يمكن صعوبة في النفس اثناء النوم مشاكل في قد تكون دهون اجتماعية من الدرجة الاولى يعني عايز البيس كويس عايز اتحرك كويس عايز امارس رياضة عايز يعني امارس حياة الطبيعية زي الإنسان الطبيعي يعني عمليات انقاصة الوازن قد تعالج مشاكل اجتماعية وقد تعالج مشاكل صحية منها السكر والضغط وارتفاع الكوليسترول ودهون الكبد وفيه مشاكل في المفاصل وصعوبة في الحركة كل دي حاجات بتجرى خلال فتحات صغيرة يعني عمليات التأمينة المعدة هي عملية بتجرى كريل فتحات صغيرة قامت يوم واحد في المستشفى العملية نفسها متاخدش اكتر من ربع ساعة نصف ساعة وبعد العملية ان شاء الله انطمانكم عليها بالسلامة وهنوريكم مجموعة عملية كتيرة النهاردة ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم انا دكتور كريم صابري انا بس هوريكم خلال فترة قصيرة جدا كيفية التحضير لعملية تكميم المعدة عملية تكميم المعدة هي عملية سهلة الهدف منها انقاص الوزن بتجرب المنظور خلال فتحات صغيرة وهوريكم دلوقتي الالات اللي احنا بنستخدمها لفصل المعدة عن الضهون ويمكن كمان قص الجزء المعدة ويعزلها عن الجزء اللي احنا بنبقيه المسالكات كلها امريكي طبعا احنا بنستخدم دباسات يمكن الحاجات اللي هي في السوق المصري كلها هي دباسات امريكي يا اما كوفيديان او جونسون الدبستين مختلفين عن بعض شوية في التكنولوجي يمكن دباسة دي الغيرات بتاعتها فيها الوان مختلفة شوية بدستها لك وده ده يمكن الدبوس اللي احنا بنستخدمه طوله يمكن ستة سنتي ستة سنتي دول احنا بنركب الدبوس بالطريقة دي وبعد الدباسة ما بتدخل التدبس بتدبس وتقص ونشيل ده كمان ونحط واحد تاني طوله برضو ستة سنتي الى ان تنتهي المعدة خلال يعني ممكن تختلف بقى من خمس ستة غيرات او سبع غيرات في بعض الناس اللي هي معدتهم اكبر شوية الدباسة دي كوفيدين هم مفرووش عن بعض يعني التكنولوجي بسيط خالص دي برضو بنفس الطريقة هو ده الدبوس بتاعها برضو ستة سنتي بنستخدمه بالطريقة اللي زي دي بنركب الدبوس عادي خالص وبعد برضو ما بيدبس بنطلعه وبنركب واحد تاني فالدباسة قد تستخدم لمجموعة من الدباس اللي هي بتخلصينا طول المعدة زي ما هنشوف بعد شوية ده جهاز اللي يجيشور ده ادبانس بايبولر تكنولوجي اللي هو يعني بيفصل الدهون عن المعدة بطريقة امنة ما يكونش فيها اي نوع من النزيف وما يكونش فيها اي نوع من المشاكل طبعا يعني السمنة لابد فيها من استخدام كل المستهلكات الطبية الحديثة اللي هي يمكن يمكن احسن حاجة ويمكن اكتر حاجة ابديدت في العالم كل العالم كله بيستخدم نفس التكنولوجي اللي احنا بنستخدمه عشان كده ربنا بوفقنا الحمد لله لأعلى النتائج دي طبعا المعدة اللي احنا بنفصلها عن مجموعة الدهون دي دي طبعا الدهون دي بتبقى منتفوتة من عيان لعيان حسب الاوزان ودي طبعا احنا لازم نفصل المعدة عن الدهون عشان بعد كده نفصل المعدة الى جزئين المعدة الجديدة والمعدة المتبقية او دي قبة المعدة وهي ده جسم المعدة ونهاية المعدة اللي هو الانترام كل ده لازم اتشال بالنسبة قد تصل الى 80% دي الطريقة اللي احنا بنفصل بيها الدهون باستخدام جهاز اللي جشور وده جهاز ما قلنا نوع متطور من اجهزة الكاي Advanced bipolar technology اللي هو بيفصل الدهون عن المعدة زي ما احنا شايفين بجده المستيز مفيش اي نزيف مفيش اي مشاكل الامور يعني يمكن بسيطة باستخدام كل التقنيات الحديثة الخطوة الثانية من العملية ان احنا بندخل جهاز الوجي اللي هو بياخد حجم المعدة اللي احنا هنسيبه نحط شاشة وانسيبها للنهاية العملية بعد كده بندخل بقى جهاز الوجي اللي هيتم الفصل المعدة على المقاس بتاعه زي ما احنا شايفين ان هو اخد حجم المعدة عشان نبقى متطمنين دلوقتي تم عزل الجزء هي دبست وعزلت في نفس الوقت ودي التكنولوجي المستخدم في فريط اللي هي تكميم المعدة احنا زي ما شوفنا العملية سهلة جدا في خلال عشر دقايب يتم عملية التكميم احنا فصلنا الدهون زي ما ورناكو عن المعدة بقية المعدة فصلناها عن المعدة التانية اللي احنا هتتبقى وفصلناها باستخدام الدبستات اللي احنا ورناها لكم دبستات الامريكي بتقص وتلحم في نفس الوقت يعني تقص وتدبس ثلاث صفوف على اليمين وثلاث صفوف على الشمال بالطريقة اللي احنا شوفناها دي دي المعدة اللي هتتشيل في المنظر ده هنشيلها بنطلعها بتسألونا طبع احنا بنطلعها ازاي بنطلعها من البرطات اللي هي خلال فتحة الاثنين صمتي بيتم يعني اه تصغير المعدة دي عصراها شوية وبنشفط السويل اللي فيها وبنحاول نطلعها من نفس الورط الصغير عشان ما نعملش فتحات جراحية ما تبقى من المعدة اللي احنا شايفينه دلوقتي بنعمله اختبار تسريب عشان احنا مخاف من التسريب في كل عمليات الجراحة فنحاول نحط الدبابيس تحت ضغط جامد يعني بنحاول نعمل المعدة نخليها عبارة عن بلونة ونشوف احتمالية الدباسات والدبابيس دلوقتي واحنا داخل العملية عشان نتفادى يعني التسريب زي ما احنا شوفنا كده المعدة عاملة زي عبارة عن بلونة يعني لو في اي مشكلة في الدبابيس بتبان دلوقتي لان احنا حطينا تحت بريشر عالي جدا المعدة زي احنا شايفين احنا خدنا جوزء كبير جدا من جسم اللي هو نهاية المعدة المعدة ستريت زي ما احنا شايفين كده بالمنظر ده ستريت ما فيش دبوس طالع ودبوس نازل امورنا كويسة خالص الحمد لله ما فيش اي تسريب ما فيش اي نزيف بنطلب من دكتوري التخدير كمان ان هو يعلي بريشر يعلي ضغط شوية عشان لو فيه نزيف لقدر الله يبقى داخل العملية ونقوم يعني نوقافه اثناء العملية ما نسيفش العيان للظروف ما بعد العملية زي ما احنا شايفين اميرة خرجت من العمليات الحمد لله بسلامة بقالها ربع ساعة دلوقتي من العمليات العملية كلها خرجت يعني حوالي ربع ساعة نص ساعة بالإثاقة يعني وهي الحمد لله يعني بقالها فترة قصيرة احنا بعد ساعتين بنتماشى في الطرقة يعني في المستشفى ست ساعات بنبتدي نشرب تاني يوم اقل من 24 ساعة بنبتدي نخرج ونروح بالسلامة البيت الحمد لله العملية يعني زي ما قلنا بتعمل بالمنظور خلال فتحات صغيرة اقامة يوم واحد في المستشفى دي التكميم المعدة ويمكن عملات اللي احنا شكناها النهاردة كلها ما بين تكميم وبين تحويل كل العملات كلها في وقت قصير واحنا عايزين نوصلك رسالة ان عملات يسمنا هي عملات آمنة تماما بتجرى بالمنظور مفيش فتحات خالص في البطن بالفتح الجراحي يعني ويعني النتاج بتاعتها تهيلة جدا يعني بعد شوية برضو هنوريكم حاجات تانية بالتصوير ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم انا اسم اميرة يسري 23 سنة 15 سنتي انا كنت 95 وخصيت 15 كيلو بقيت 80 كيلو في خلال شهرين بس من غير نظام غذائي ولا اي حاجة وانا مبسوطة جدا اني مفيش اي ضغوطات من يمة الاكل وباكل كل اللي انا عايزها بكميات قليلة جدا والحمد لله بقيت البس احسن وعجبني شكل جسمي اكتر وخصيت 15 كيلو في شهرين بس والحمد لله في نزول واي حاجة باسأل دكتور كريم بيجاوبني هو متابع معي كل حاجة وفي كل وقت بلاقيه يعني موجود ما بتأخرش عني وانا بشكر دكتور كريم جدا وبنصح اي حد عايز يعمل عملية ما يقلقش خالص ويجي عند دكتور كريم ودكتور كويس جدا وفوق الممتاز متشكرة جدا لدكتور كريم مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير احدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار احدث التقنيات الامريكية لجراحات السمنة تحويل مصار المعدة بالمنظار تكميم المعدة بالمنظار تحويل مصار الاثني عشر التحويل مع التكنيم كل العمليات تجرى بالمنظار بفتاحات صغيرة دكتور كريم صبري دكتورال جراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير موسيقى مساء الخير مساء الفل على كل مشاهدين اتغير مع يومنا حلقة جديدة وعندنا فقرتين النهاردة يمكن فقرتنا الاولى هنتكلم فيها عن حاجة مهمة جدا وانتشرت بشكل واسع وكبير عمليات التجميل او جراحات التجميل خلينا نقول جراحات التجميل او بمعنى ابسط عمليات شفط الدهون او تنسيق القوام او نحت القوام كل دي يعني الناس اللي بتطلقبط وبتقول هي شفط الدهون ده غير تنسيق القوام ولا نحت القوام هي كلها مسميات لحاجة واحدة بس وهي شفط الدهون اللي هي بتهدف الى تنسيق القوام العمليات دي انتشرت بشكل كبير جدا واعتقد ان هي ما يعني اصبحت ليست رفاهية لان هي بالاضافة لان هي بتحسن شكل الجسم هي بتحسن التقدير الذاتي بنسبة كبيرة جدا وبترفع الثقة بالنفس ويمكن في نمازج كتير جدا في الحياة يمكن تكون قريبة منك صاحبك صاحبتك قريبك قريبتك حد من محيط الأسرة ممكن يكون قد لجأ للعمليات دي وغيرت في شكله ونفسيته بشكل كبير جدا آلاف آلاف عشرات الآلاف يمكن ملايين من الناس بتلجأ لعمليات شفط الدهون على مستوى العالم كله مش في مصر بس اصبحت عمليات سهلة وبسيطة ومتطورة بشكل كبير جدا ده اللي هنتكلم عنه النهاردة وهنعرف اكتر عن عمليات شفط الدهون وايه الجديد في مجال نحت القوام وشفط الدهون وازاي اي سيدة تقدر ان هي تعيد تنصيق قوامها مرة اخرى معضفنا العزيز الان اسعيدة بلقاءه جدا النهاردة دكتور ايمان انديل استشاري جراحات التجميل في المركز الطبية اهلا يا دكتور ايمان ازايك عامل ايه الحمد لله تمام يعني انا عاوز اعرف في البداية وعايزين نوضح لسادة المشاهدين علشان احنا كلمنا كتير قوي يا دكتور ايمان بس لسه في ناس تقولك هو فيه فرق بين شفط الدهون ونحت القوام او تنصيق القوام لا لا هما كلهم زي ما حضرتك قلتي بالضبط مسميات اه هي عملية شفط الدهون احنا منقول شفط الدهون من مكان واحد تمام لكن نحت القوام بيبقى شفط دهون بس من عدة اماكن تمام يعني مش من مكان واحد اه يعني بحيث ان احنا نعمل تناسق ما بين الجسم وبعض بالاضافة ان احنا ممكن نحقن وممكن ما نحقنش الدهون دي تاني اذا نحت القوام هو اعادة توزيع الدهون مرة اخرى لانه خلينا برضو نتكلم بالشكل ابسط فيه ستات كتير قوي مثلا يا دكتور ايمان تلاقي الجزء العلوي عندها زيادة ايه ومفيش وسط وتلاقيها من تحت مفيش يعني فضية من تحت والمؤخرة مفيش ودلوقتي الموضة اللي طلعه انه الجزء اللي فوق يبقى اقل ويبقى فيه وسط ويبقى فيه الكيرفي اللي الناس بتقول عني فده بيتعامل من خلال شفط اه من خلال شفط الدهون احنا بنشفط الحتة الزيادة اه وبناخد الدهون دعيات نحقنها في الحتة اللي نقصة زي البطوك مثلا بس البطوك احنا بنفضل احنا نشد بيه الجلد بس يعني يبقى ما نزودش بيه الحجم زيادة عن اللزوم وإلا وزنه بيزيد فبيحصل فيه تراهر تمام الادراعات بنشفط منها الدهون برضو والاجهزة دلوقتي بيت حريصة جدا جهاز الفيزر طبعا عمل تطور جامد في الموضوع ده والفيزر بنستعمله في الدهون الكتير 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 لكن لما تكون الدهون كميات قليلة فاحنا بنفضل ان احنا نستعمل الاسلوب العادي الشفط الكلاسيك العادي الكلاسيك العادي اه ده على عكس ما الناس كانت متخيلة هم متخيلين ان الفيزر ده بيستخدم للدهون القليلة وللناس اللي عايزة تشد لا 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 من غير شد يعني هو بيشد الدهون الكتير بيبقى معها ترهل في الجلد كتير تمام الفيزر في فايدته انه بيشد الجلد بعد ما مشل الدهون اه انما لما يكون الدهون قليلة فبيبقى الجلد سهل انه هو بعد العملية يشد الواحده اصلا او يشد براديو فريكوانسي او باجهزة تانية ويشد بالسخولة جدا طيب احنا عايزين الكلب عن تكنيك عملت شفط الدهون دلوقتي في ناس اللي بتتفرج علينا نفسها نفسها تعمل عملية شفط الدهون بس خايفة الآن عاوزة تعرف معلومات اكتر عاوزة تطمن يمكن اكتر يا دكتور خلينا نقول يعني الزيارة الاولى لأي مريض ليك في المركز بتكون عبارة عن ايه بتتكلم معاه في ايه بتاخد هل بتاخد التاريخ المرض دي ليه بتحدد له النوع العملية يعني عايزة اعرف المقابلة الاولى بينك وبين اي مريض جاي يعمل شفط الدهون بتكون ازاي طبعا انا بسأل المريض او المريضة ايه الحتة اللي مضيقها يعني مش انا اللي بفرض عليها الحاجة هي بتبقى جاية اصلا عارفة الحتة اللي هي مضيقها او عارف لان ممكن برضو الرجالة برضو يكون عندهم نفس المشاكل بسألها طبعا ازا كانت عملت عمليات قبل كده ازا كانت عندها سكر عندها ضغط عندها بتاخد ادوية معينة عملت رجيم هي اكيد عملت رجيم واكيد عملت رياضة اكيد عملت كل حاجة عملوا رجيم ويكونوا فقدوا يعني الثقة في الرجيم ده لانه الرجيم بيخسس حتة ويسيب حتة بنسميحنا هارفة يعني دهون غير قبلة لانها تروح بالرجيم خاص فممكن تخس من وشتها ومن حتة كتير انما في اماكن معينة ما بتخسش خاص زي الارداف وزي الكتاف او الظهر كل الحتة دي ممكن ما تخسش بالرجيم فانت بتقعد مع المريض وبتتناقشه مع بعض هو مبدأين بيبقى جاية عارف ايه الحقيقة تتلم ليك اللي مبايقة طبعا اكيد بس اكيد انت ليك بيبقى بيبقى ليك التتش بتاعك او ممكن تلفت انتباهه لاماكن تانية هو ما يكونش واخد باله منها او تقوله مثلا لو عملنا دي مع دي هتدي نتيجة افضل ده اكيد طبعا بس هو يعني القرار الاخير بيبقى دايما للمريض يعني انا بنصحه وبقوله ايه الحاجة المفيدة له وبيكون القرار له هو في الاخر طيب اتفق على العملية او اتفقتوا على العملية هل بيكون في تحضيرات قبل العملية هل هي عملية ممكن تكون سهلة لحد ما او صعبة يعني اللي انا عرفه دلوقت ان هي اصبحت يعني دي جراحات حتى مش يوم واحد هي بتبقى حاجات كده مفيش فخلينا نعيش في اجواء العملية بقى شوية وندخل قدوة العمليات ازاي بقى بيكون التحضير المريض والوقت اللي بتستغرقه هي المريض بيعمل شوية تحليل كلام بسيطة جدا قبل العملية ولما بتدخل المستشفى بنعمل علامات معينة على الجسم بنحدد الاماكن اللي احنا خلاص قريدي كنا اتفقنا عليها خلاص وبتتبنج انا بفضل لما يكون عدة اماكن انها يكون البنج كلي لما يكون منطقة واحدة ممكن يكون بنج موضوعي هوا ممكن عدة اماكن في عملية واحدة اه طبعا ممكن كل الاماكن في منطقة واحدة يعني يكون الاماكن اللي مضايقة للمريض تتعني كلها في جلسة واحدة بس تاخد بنج كلي تمام لانه في ناس بمسأل موضوعي يعني مش مستهلة تتخيط مش مستهلة تتخيط اصلا يعني لانها بتبقى يعني هي بتروح بعد كده اصلا بتروح وتختفي تماما بنش خالص يعني والعملية بتستغرق وقت قد ايه داخل غرفة العملية لأ ما وحسب كمية الدهون اللي احنا هنستعملها وحسب احنا هنستخدم اني تكنيك يعني لو احنا هنستخدم فيزر الفيزر ده جهاز اضافي مع الهزر العادي على الشفط العادي اه يعني انت بتوشف بالعادي بعدين بتعمل بالفيزر وبعدين بعمل بالفيزر وبعدين بدخل الفيزر تاني بعد الشفط اشدى بيه الجلس فالجهاز الفيزر ده جهاز اضافي يعني هو بنصفط عادي إنما بنضيفها عليه جهاز فيزر ده عبارة عن موجهات صوتية عالية جدا بتفتت الدهون خالص وبتخليها سائل أو حاجة زي لأن الدهون إحنا عارفين إنه هي حاجة خربة شوي الحقيقة الدهون جمدة جدا جمدة لا مش زي الناس ما هي متخيلة ده إيه ده عقولة بتبقى تكتلات دهون وفي بينها وبين بعض نسيج ريفي يعني الدهون دي حاجة صعبة بقى على كده طبعاً بتبقى مجهود بتبقى مجهودة عالدكتور العيان بيكون العيان مش حاسز بحاجة ومعنين ما فيش أي وجع بعد العملية ولا أي حاجة بتلبس كرسيهات أو روباطلر ايد أو روباطلر رجل حسب المنطقة اللي احنا عملناها وبتعود بها شوية وخلاص ولا فيه درانق ولا فيه حاجة ولا فيه يعني موضوع بقى سهل وبسيط وبتعامل يعني مش حاسز أقولك كم يعني عشانات الألاء يعني لأ ده على مستوى العالم مش عمديننا في المصر دي بقى عملية زي اللوس كده ولا زي يعني حاجة أكثر من اللوس هي طبعاً هي العملية رقم 2 يمكن على مستوى العالم تصنيفاً لأ أنا أقصد في سهولتها أو في بسطتها عملية بسيطة جداً للعيان هي بتبقى مجهدة شوية للدكتور لما تكون الأماكن كتير لأنها بتحتاج لمجهود عضلية كمان وتركيز وتركيز عشان تشوف المقاييس والسنسيشن بتاع إحساس الدكتور بالجلد لأن احنا بنشتغل في حتة ما احنا شايفينها صح فإيد الدكتور لازم تكون حساسة وعارفة الأماكن العالية من الأماكن الواطية والعلامات الأولانية اللي احنا بنعملها قبل ما ندخل العمليات دي أهم من أي حاجة دي الجايد يعني دي الجايد بتاعي وهي دي بتبقى أساسية في العمليات طيب احنا نروح للتقرير يا دكتور أيمن ونرجع نكمل كلاماً مرة هحكيلكو حكاية دينا دا بقى لها كتير قوي نفسها تخس وعندها مشكلة في منطقة البطن والأجناب والضغم والمشكلة دي كانت بتخليها تصحى من عز النوم بالليل من كتر ما هي مش عارفة تتنفس حتى وهي خارجة في لبس معين بس اللي المفروض تلبسه وطبعاً اللبس ده اللي بيلمي الدنيا ويداري الدفوهات زي ما بنقول حتى وهي بتشتري لبس كانت دايماً بتجيب مقاسات أكبر من سنها وطبعاً أبعد ما في خيالها إن يجي اليوم اللي تلبس فيه الميول اللي بتحبه من كتر ما كانت زهقانة فقدت الأمن وبقت تاكل أكتر من الأول لأنها مش عارفة تخس ولا تعمل ضايف دي ما كانتش بتعرف تحط رجلة على رجلة كانت ما بتحبش تنزل من البيت وده كله بيرجع لسقاطها اللي كانت مهزوزة بنفسها وشبه مش موجودة أصلاً وجي يوم كان نقطة تحول في حياتها وهي قاعدة بتتفرج على التلفزيون لقيت المركز الطب الدولي وحلاب بتتكلم عن عملية شفط الدكتور وفعلاً راحت المركز الطب الدولي وقابلت الدكتور وأقنعها بالعملية وعملتها وبصراحة ما كانتش مسدقة أنها هتشوف جزء من نتيجة العملية بعد 24 ساعة بس بعد عشر أيام نددأت واحدة تانية خالص دي بقيت تعرف تحط رجلي على رجل وبتنام لحد ما بتشبع نور وطبعاً سيبكو من كل اللي فات دي مش مصدقة أن بقت تلبس اللبس اللي بتحب شكراً للمركز الطب الدولي اللي رجع لها سقطها في نفسها مرة تانية لسا مكمليين يا دكتور أيمن ويمكن كنا بنتكلم عن سوق توزيع بقى الدهون دلوقتي معظم الستات عايزة يبقى ليها الكروفات دي تبقى الوسط ما عرفش إزاي فهل ده سهل إن هو يفهمني يا دكتور يعني فيه ناس تقولك معقولة معقولة أنا ممكن أبقى كده يبقى هي جسمها كله حتة واحدة وتقولك أنا معقولة بقى عندي تعرف بعد الخلفة والحمل والعيال الدنيا بتبوص خالص فتبقى حاوزة نفسها ترجع يعني على الأقل زي ما كانت تاني لا لا طبعاً دي أولاً دي بنرجحها طبعاً زي ما كانت قبل ما تبقى حامل وتولد وكل حاجة إنما المهم إن يكون عضلات بطنها أصلاً قوية يعني بعد ما تولد لازم تعمل رياضة عشان عضلات بطنها تبقى قوية لأن لو أنا شفت دهون وعضلات البطن مترهلة حيفضل المنظر برضو مش حلو مش حلو عشان لازم تشد بقى شد جراحي لازم أشد شد جراحي عمل تميتاك بقى إنما الجناب والكتاف والحطتين بتوع الظهر اللي وراء دول بتوع الظهر دول اللي عند عضمة الظهر دول كلهم بيتشفتوا وممكن نعيد توزيحهم بقى نحطوهم في الهنش يعني الديهن نفسه ده بتبقى عملية زرع عادية يعني ده نحطوهم في البطوك في الهنش نزوده نشد الجلدبين نزود حجم الفوليوم بتاع الهنش والوسط والوسط يتعامل ده الوسط يتعامل سهل بس ده مش لازم شد يا دكتور يعني أنا ما أنا قلت الحقيق إيه لازم تكون عضلاتها يعني بعد ما بتولد لازم تكون رجعت عضلاتها سليمة طب واحدة ما رجعتش عضلاتها سليمة وبطنها ما يعلم بها لربنا وفيه تراهلات والعضلة بايزة تعمل ايه بصي حدوتيك مدام العضلات مترهلة يقول لازم تعمل تاميتك لازم لازم شد البط شد البط وفي ساعتها بنعمل لها وسط برضو بشد العضلات اه انت بقى بتدايق بقى العضلات من المسط من الجناب هنا في عضلات في الجناب هنا برضو بندايقهم ايوة وبنعمل الوسط ده ده بالإضافة للعضلاتين اللي في الوجه اللي في الوجه دول بنقلب نصهم لجوه مم وبنشد منشد العضلة مم وبنقلل الكافتي بتاع البطن من جوه مم بحيس انها ما بتعرفش بتاكل نفس كميات الأكل اللي كان بتاكلها قبل كده مم اه لان ما فيش سبيس البطن تكبر فيه لا ما فيش اه فهي بتخس بعد عملية التاميتك بتخس يطلع عشر خمسوشة كيلو اه انا بلاحز كده ان هما بيخسوا بعد عملية شفت الدول ما هما فيش حرارك احنا عاملين لما بنشد العضلات المعدة كانت بتاخد برحة الاول اه وتتملي كويس انت دوقتي زنقت على لكن انا كبست عليها كبست على على البطن من بره اه من بره اه من غير ما نعمل لحاجة من جوه اه بحيس ان البطن المعدة لما بتيجي تتملي ما بتقدرش اه فهي العيانة بتاكل كميات قليلة اه اه فبالتالي بتخس بعد العملية من عشر خمسوشة كيلو كمان اه طيب اه في ناس كتير بعد عمليات شفت الدهون بتقولك هونا لازم اعمل دايت او هونا اه الناس ثانية بقى تقولك طبعا انا اكل برحتي بقى طالما عملت عمليت شفت دهون يعني فيه ناس بتعمل كده وناس تقول كده اه ايه الصح فيه لا 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 طبعا بصي حاجة طالما هي راح اتعمل شفت دهون الاماكن اللي اتشفت فيها الدهون مش ترجع تاني خلصت انتهت اه خلصت لان احنا شلنا قللنا عدد الخلايا الدهونية الموجودة في المنطقة دي انما لو هي اكلت كتير وما اهتمتش باكلها وبالنظام الغذائي بتاعها هتدخن من الاماكن اللي احنا ما شفتناهاش اه طيب دي معلومة يعني واحدة شفت في بطنها اه عملة تاكل وخلص ما انت اكيد هتدخني يعني هتدخني مني يعني مش معقول هتدخن من الجناب هتدخن من ضهرها اه لكن مش هتدخن من بطنها خلاص يعني الحتة اللي احنا شفتناها مش هتدخن منها تاني طيب دي معلومة مهمة جدا وبصراحة انا بحترم يا دكتور صراحتك الشديدة انه يا جماعة اكيد اللي بياكل هيتخن لازم فدلوقتي انت شفت بطنك بطنك مش هتدخن تاني انتهت بس اكيد هتدخني يعني اكيد ممكن تدخني من اماكن تاني فده احنا مش عاوزين فاحنا عاوزين عمليات شفت الدهون دي تبقى بداية لايف ستايل جديد بالزبط مختلف عن اللايف ستايل القديم اللي كنا تبقى حافز كده والواحد يشوف نفسه بقى شكله حل ومبسوط بشكله يستقصر حتى على الاقل ان هو يبوز اللي هو عمله والشكل اللي حلوي ده انا بشكرك دكتور ايمان على وجودت معي النهاردة ضيف العزيز دكتور ايمان انديل هنروح لفاصل بعد الفاصل بشرتك مع ماسي ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نظارة وشباب الوجه لتبدو اصغر شكليا عشر سنوات ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر اهمهم الدهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك اسيد والسرامايد المعروفة بقدرتها على اعادة شباب البشرة ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي ماسي دورو جولد مرخص من حكومة دبي الإمارات ماسي دورو جولد خالي تماما من مشتقات الخنزير منتج إيطال الصنع ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نظارة الوجه لتبدو أصغر سنة بعشر سنوات من الأولى من مرخص من دورو جولد ستبدو مرخص مرخصاً وصفاً وصفاً ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي دورو أعتقد أنه الجمال ليه مقاومات كتير قوي والبشرة الجميلة أو الحلوة من أهم مقاومات الجمال يعني ممكن الستة تبقى لابسة حلوة قوي ومتشيكة قوي والدنيا لطيفة وتبصف وشها تلاقي فيه مشاكل الدنيا والآخرة فكده كل حاجة اتمسحت راحت ما بقاش ليها معنى ولا أي حاجة وممكن تلاقيها لابسة بسيط جداً ستة بسيطة جداً جداً يعني مش ما فيش أي حاجة غريبة يعني أو زيادة في لبسها منتها البساطة لكن تبص في وشها تلاقي نور وصفاء وحاجة جميلة جداً تحب أنك تبص الوشها أي ستة في الدنيا تتمنى طبعاً أن وشها هيبقى جميل هو الوش ده هو يعني الأساس أي واحدة في الدنيا تتمنى تبص في المراية تبقى مبسوطة على الأقل ما تبقاش متضايقة من نفسها لأنه ده بيديها يعني بيحبطها بشكل كبير جداً والوحدة لما بتبقى متضايقة أو في حاجة في نفسها يعني مدايقاها أو في وشها في وشها خلينا نقول بمعنى أصح مدايقاها يعني بتبقى شايفة الدنيا كلها سودة ومش لطيفة ويا سلام بقى لو واحدة صاحبتها كده ما خدتش بالها وعلقت لها تعليق ولا جوزها قال لها كلمة ولا بتاع الدنيا بتقفل معها خالص فالاهتمام بالبشرة ده مهم مهم جداً أنا في نظري أنه من الأولويات ومن الأساسيات أن لأي ستة لازم تراعيها وتهتمي بيها في ستات كتير بتتحجج أن هي ما عندهاش وقت أن هي مشغولة أنا وانا عندي وقت أروح أعمل أتجمل ولا أعمل مش عارفة إيه ولا روح أحقن ولا روح إحنا في فقرتنا دي ما بنتكلمش عن كده خالص إحنا في فقرتنا دي منتكلم عن ماسي دورو جولد الكريم اللي عنده قدرة على علاج معظم مشاكل البشرة من غير ما تتعبي نفسك ومن غير ما تتحججي ومن غير ما تقولي أنا مش فاضية ومن غير أي حاجة خالص هنتكلم عن ماسي دورو جولد النهاردة وهنعرف إزاي بيشتغل على البشرة وإزاي بيعالج معظم مشاكل البشرة سواء للنساء أو للرجال مع ضيوف الأعزاء اللي معايا النهاردة في فقرت دي دكتور دينا أبو صعود المدير الطبي لشركات ماسي فارم أهلا يا دكتور دينا أهلا بيك يومنا يعني مش عارفة يعني الواحد بتجمل لنفسه مش لأي حد الواحد يهمه إن هو يشوف نفسه حلو صحة ولا غالب فعلا يا يومنا أهم حاجة إن الساة تتحس إن وشها حلوة وشها حلوة هتدي في شغلها هتدي في بيتها هتدي مع جزها مع أولادها هتدي لنفسها مع أهلها لكن لو فعلا صحة من النوم بصت في المراية لقيت إن في مشكلة معينة في وشها زي هالات سودا اللي هي أبسط حاجة بتدائج جدا مش هتدي الكواليتي اللي مطلوب منها مع ماسي درو جولد حقق نجاح كبير ليه لأن الكريم الوحيد والأمثل والأقوى في عالم التجميل ماسي درو جولد الكريم اللي يقدر يعالج ممكن أقول كل علامات التقدم في السن مش معظمها إيه هي علامات التقدم في السن تجعيد يعني ممكن مثلا واحد يقول لك إيه ده هو أنت شكلك كبران شكلك فيه حاجة كبرتي شوية الكبر يعني تجعيد الكبر يعني بقع في البشرة الكبر يعني تهدل ماسي درو جولد يقدر يشد الجلد أيومنا كتير يقول لي فعلا ماسي درو جولد يقدر يشد الجلد نستغن عن الخيوط نستغن عن حاجات كتير طبعا التهدلات البسيطة إحنا مش محتاجين لأي إجراء عمليات جراحية أو خيوط مع التهدل ده البسيطة بيشد شدة خفيفة ماسي درو جولد يقدر يدي ترتيب عالي أنا أحزة أقولك أنه أول ما نستخدمه إحنا بنحس بشدة الجلد ده كتير صح يعني أنا أنا حسيت بشدة الجلد صح وهو معي يعني مش عاملة كده ولا أنا عارفة أتحرك يمين ولا شو ولا وضحك ولا وضحك أنت اليوم ما عندي كيش مشكلة في البشرة أيو لا أنا بقولك أنا حسيت أنه جلد عارفة شد أيوة يعني عارفة بيلمع صح صح مش الشدة اللي هي البيخة اللي هي انتفاع مقصد طبعا طبعا ماسي درو جولد بيدي ترتيب عالي قوي فأنت كل ما بترطب ببشرتك بيبقى الإلاستيستي بتاعت الجلد عالية بيبقى في مرونة حلوة قوي هتلاقي نفسك عملتي قاية من التجعيد حتى لو ما عندي كيش بتعملي قاية مش معنا أنك أنت حلوة أو أي سيدة حلوة أنا مش محتاجة ماسي دلوقتي لما يحصل لي مشكلة لا ماسي درو جولد بيستخدم من سنه صغير جدا من 18 سنة عشان تحسن لي قوالتي بتاعت الجلد وتعملي وقاية من ظهور علامات التقدم في السن ماسي درو جولد الـ 6 actions دي من أهم المشاكل لأي ست بتعاني منها ماسي درو جولد صنع يومنا في 6 سنين أبحاث شركة ماسي فارم ما استعجلتش أبدا أنها تنزله في الماركت وما استرخاصتش في مكوناته عملنا أبحاث لمدة 6 سنين على كل أنواع البشرة البشرة الدهنية إزاي نقدر نناسبها البشرة الجفة إزاي نقدر نناسبها كل ألوان البشرة فماسي درو جولد فعلا تفرى كبيرة جدا في عالم التجميل ويمكن يا دكتورة حنان الـ 6 actions اللي هم الحاجات اللي بيعملها أو الوظيفة اللي بيعملها ماسي مكتوبة على العلبة خلينا نشوفهم وتشرحلنا بقى يعني إيه اللي هو بالإنجليزي طبعا كل حاجة مكتوبة بالإنجليزي بسي هو فعلا في علبة ماسي درو جولد هنلاقي الـ 6 actions اللي هي الـ 6 حاجات اللي بيعالجها ماسي درو جولد كلهم مكتوبين وكمان مكونات ماسي درو جولد الـ 56 مكون كلهم مكتوبين على العبوة فاحنا ماسي درو جولد يا يومنا هو كورس علاجي تجميلي للبشرة ودايما بنأكد على كلمة علاجي انه مش بس كريم تجميلي للبشرة بيدي نظارة وحيوية لا ده كمان بيعالج عيوب البشرة بيعالج ايه يومنا أو الـ 6 actions بيعالج الكلف بيعالج النمش بيعالج الهالات السودة بيعالج التصبغات الجلدية والبقع البكنة بيعالج مشكلة شحوب الوج فماسي درو جولد فعلا بيقدر انه يعالج بالاضافة الى انه يجمل البشرة يعني هما دول المكتوبين اه المكتوبين اللي هما 6 actions خلينا نقراهم anti wrinkles اللي هو مضاد للتجعيد او مضاد العلامات اللي تقدم في السن anti age مضاد للعجز نفس الخطوط التعبيرية اللي بتدي عجز للبشرة whitening يعني تفتيح او تبيض اللي هو بنقول عليه بيعالج البقع اللي دكنة او التصبغات الجلدية moisturizing ترتيب يعني بيقدر انه يرطب البشرة ولما برطب البشرة بزود مرونت الجلد يبقى بمنع تكوين التجعيد وبأخر علامات التقدم في السن nourishing ده اللي احنا بنقول عليه من اول دهنة او من اول ضغطة بلاحظ نضارة وحيوية للبشرة بلاحظ ان الوش قد ايه منور الفيس lifting اللي هو شد الوش اللي انتي كنت لسه بتقول عليه اللي بنحسه من اول ضغطة ومن اول استخدام اللي هو انا وش مش مش دود من اللي هو مش عارفة تكلم او مش عارفة اضحك لأ وش يعني لو فيه يعني اي لو فيه خطوط اللي هي عادة بخطوط الجوة بالضبط او خطوط التعبيرية تختيفي كده بالضبط بتلاقيها expressions او الخطوط التعبيرية بتلاقيها تشدد خفيف بس لما بتتشد خفيف بيبقى وش عادي بقدر عامل تعبير وش عادي اقدر اكشر اقدر ارفع حواجبي ما فيهش اي مشكلة طيب اذا هو ما بيتعرضش خالص مع فكرة البوتوكس والفيلر دي حاجة ودي حاجة تانية خالص طبعا ماسيد روجولد بالعكس انا بنصح كل السيدات او الرجال اللي بيستخدموا حقن فيلر وبوتوكس نستخدم ماسيد روجولد وانا بحقن فيلر وبوتوكس انا بنصح انا هتستخدم ماسيد روجولد معاه لعن ماسيد روجولد الدهب من اهم مكوناته مش موجود في حقن الفيلر والبشرة محتاجة مضادات الاكسادة مش موجودة في حقن الفيلر والبشرة محتاجة الكولوجين كل حاجات دي اولا اي حد بيحقن كل ستة وشور لازم يحقن فدي حاجة كلنا عارفنها دي مش موجودة في ماسي اطلاقا ماسيد روجولد أنت بتلاقي الفيلة الروبوتك بتديك النتيجة لأنك أنت بتحطي الميلي تحت الجلد مباشرة كل شهر بينقص 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 فبترجعي تحقيني ما سيد رجود لأ أنت كل يوم بتحطي كمية في كمية في كمية فبيقعد الجلد بتشرب بغاية ما بتخلص الكورس بتاخدي النتيجة اللي كلها بعد الست شهور من الكورس فبيقعد فترة طويلة كمان هو بيحتوي على مدادة الأكسادة يعني بيعالج التجعيد وبيمنع من ظهور التجعيد تاني بتعدي فترة طويلة يعني يقولي خلاص طب يا دكتورة دينا أنا مش قدر أجيب مثلا غير عبوة أنا عندي عملة كتير بيكرر وانت عافة سيكولوجيكلي أدكت يعني لو أنت بتحبي حاجة بتكملي معها في عندنا عملة بقولي لا احنا عايزين لأخذ العبوة ومش قادرين مثلا على عبوة تانية أنت بتحفظي بعد ما بتخلصي ما سينك تنامي كويس تشربي مايا كويس ما تتعرضيش لشمس كتير هتلاقي فترة طويلة جدا وشك زي الفل ومفهوش أي علامات تقدم في السن فعلى طول بقول ما سي دورو جولد لا يتعرض مع حقن الفلل والبوتوكس ولا حتى الخيوط بالعكس لازم نستخدم ما سي دورو جولد مع الحقن والخيوط كمان طيب نروح لتقرير ونرجع مرة تانية نكمل كلامنا ما سي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نظارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكليا عشر سنوات ما سي دورو جولد يحتوي على ستة تجميل تو خمسين عنصر أهمهم الدهب الخام المعروفة قدرتها على إعادة شباب البشرة والسيرامائد والسيرامائد ما سي دورو جولد مناسب للرجال والنساء ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي ماسي دورو جولد مرخص من حكومة دبي الإمارات ماسي دورو جولد خالي تماماً من مشتقات الخنزير منتج إيطال الصنع ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نظارة الوجه لتبدو أصغر سنة بعشر سنوات من المرخص من المرخص من المرخص من المرخص من المرخص من وزارة الصنع ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطلي ومقرها سان مارينو إيطاليا ماسي فارم إيجب ومقرها القاهرة مصر ماسي فارم غاوف ومقرها دبي الإمارات ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفينيا ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب يمكن دكتور حنان أنه ماسي يتعرف أنه كريم الدهب تماما عشان هو فيه دهب ويمكن لما بنحطه بنشوف الدهب يعني ده مكون باين وواضح للناس كلها خلينا نتكلم شوي عن المكونات خاصة أنه اللي متعودين عليه أنه الكريم يبقى فيه مكون اتنين يعني تلاتة لما يبقى وقسامي كبيرة جدا طبعا ومعروفة وبتعتمد على أنه يبقى حاجة واحدة بس أنتو عاملينه فيه 56 حاجة بالظبط فالناس اللي بتستغرب أنه هيعالج كل مشاكل البشرة دي يمكن لا دول 56 حاجة دلو كل حاجة من 56 عالجت حاجة يبقى 56 حاجة تركزت على حاجة يبقى خلاص إحنا خلصنا كل مشاكل البشرة فخرينا نتكلم شوي عن المكونات تمام هو بالنسبة للمكونات يوم لأنا بصراحة ما بحبش كلمة الدهب دي لأنا دايما أقول جزيئات الدهب لأن فيه منتجات كتيرة قوي في الماركتز بتحتوي على الدهب سواء كان مية دهب أو ماسك دهب ده ما بيديش نفس الإفكت أو نفس تأثير ماسي دورو جولد وده اللي بيخلي ماسي دورو جولد مختلف تماما عن أي منتج آخر فيه الدهب فماسي دورو جولد بيحتوي على جزيئات الدهب أو بنسميها الجول بارتيكلز عيار 23 وهي قدامنا على الشاشة زي ما أنت شايفة كده يومنا هي جزيئات اللي هي الكوورد دي ده دي توضيحي طبعا إزاي البشرة بتنتص الدهب بالضبط عيار 23 فأي حد هيفتح حلبة ماسي دورو جولد هيلائي السرتيفكة جارانتي أو شهادة الضمان اللي هتضمن لي من المصنع في إيطاليا طبعا اللي هتضمن لي أن ماسي دورو جولد متصنع من جزيئات الدهب عيار 23 طيب الدهب بيعمل إيه؟ الدهب هو بينشط الدورة الدموية اللي هو استيميليت البلوت سيركوليشن بينشط للدورة الدموية في الجلد عشان يحفز إنتاج الكوليجن كلنا عارفين الكوليجن قد إيه مقوم للتجعيد قد إيه بيقدر يعالج الخطوط التعبرية علامات التقدم في السن فده اللي بيدي الدهب مصطلح اسمه إكسير الشباب الدائم ده اللي دايما كلنا بنقول عليه إن الدهب فعلا هو بيقدر يعالج التجعيد بيقدر يعالج علامات التقدم في السن والخطوط التعبرية الدهب مكون رقم واحد في علاج التجعيد كمان الدهب فيه ميزة مهمة جدا انه غني قوي بمضادات الأكسادة مضادات الأكسادة اللي هي اللي بتديني ناريشنج للفيس او بتديني اللي احنا الموجود في السيكس اكشنز اللي هي نضارة وحيوية البشرة فالذهب مهم جدا جدا يومنا فيه مكونات ماسي دور جولد الدهب كمان بيخلي ان انا اول ما بحط ماسي دور جولد على وشي بحس بسخونية خفيفة او حرارة كده خفيفة دي بترجع ليه تنشيط الدورة الدموية عن طريق فعل جزيئات الدهب ده بيقدر انه يسخني البشرة عارفة اديكي مثلا زي ايه زي الناس اللي بتلعب رياضة مثلا او بيوظبوا على التمرين الرياضية فيه فترة تسخين في الاول اللي هي الكارديو دي اللي بتحفز العضلات بتاعة الجسم عشان تقدر تستقبل اي مثلا تمرين حديد ويتس بتاع هتستخدمي نفس الحاجة في الدهب الدهب بيسخن البشرة بيخليها تبقى ريدي او مستعدة ان هي يعني خمسة وخمسين مكون الموجودين في ماسي دورغلد يشتغلوا عليها ويقدروا انه هما يدوني الحيوية والنظارة وعلاج جميع عيوب البشرة اللي بنتكلم عليها طيب ده الدهب طب الكافيار طب احنا فيه كافيار ده ده الواحده بتعامل عليه قصص بالضبط وفيه فعلا منتجات كتير في الماركت اي مع الكافيار فقط الكافيار مهم جدا جدا يا يومنا الكافيار غني جدا بمضادات الاكسادة غني بالاحماض الامينية امينو اسز غني بالاملاح المعدنية الكافيار مستخلص من مية البحر فعايز اقولك انت لما بتعدي قدام البحر شوية بتحسي قد ايه بنظارة وحيوية البشرة فتخيالي الكافيار غني بكل الحاجات اللي قلناها غني بالبوتاسيوم غني بالسيلينيوم كل الحاجات دي بتدي نظارة وحيوية للبشرة بتعالج التجعيد بتقضيلي تماما على اي شحوف في الوجه طيب منتج فيه 56 حاجة لازم يكون منتج فخم هل في طريقة بقى معينة لاستخدامه وهل في يعني بروتوكول معين لشان هي الناس بتسأل بتسأل ومنحقهم طبعا انهم يعرفوا ازاي يستخدموه ونتيجته هتبن معهم بعد قد ماسيد روجول طريقة استخدامه سهلة جدا يا يومنا كريم زي اي كريم بيستخدم صباحا ومساء مكتوب ان هو طريقة استخدامه طبعا هاي دي عبوت ماسيد روجول دي على طول بنصح كل اللي بتفرجوا علينا محدش يفتحه من هنا عشان هو معقم كويس جدا هو بالبامبو هو بالضغط يا جماعة مش زي الكريمات العادية ولو حصل وتفتح يتقفل على طول عشان ما يتخلوش هوا او مايكروورجانزم او بكتيريا احنا بنضغط 3-4 ضغطات على كاف ادينا وبنوزعه على الوش كله زي اللي في الفيديو لماعان طبعا دي النتيجة يومنا من اول دهنة بتشوفي نظارة حلو قوي بتشوفي لماعان في البشرة حيوية عالية جدا بتشوفي حتى جزائيات الدهب موجودة مهم او يقول ان المساج يبقى من تحت الفوق عكس الجاذبية الارضية احنا بنقول ان هو بيشد الجلد فمناخدوش من تحت نشد الجلد على فوق لان كل ما بتتقدمي في سن الوش الجاذبية الارضية بينزل فمن علامات التقدم ان الوش نزل فانتي مع ماسي بتشديه على فوق انك انتي سن في البطاقة بيكبر بس وشك مجدود زي ما هو فهو ده انك انتي ازاي تقدر تعجزي بزكاة على فكرة فيه ناس بتنسى والله العظيم سنها اللي في البطاقة تقول لك فعلا مجرد رقم المهم ان الشكل حلم المهم ان انا روحي لسه صغيرة المهم ان انا عايش الحياة بوساطة شديدة جدا وراضي عن نفسي فمش مهم ان بقى عندي ستين عندي سبعين عندي ثمانين انتي كل يوم والتاني شايف على صفحات السوشيال ميديا والفيسبوك مش عيرين صور لناس يعيشين برا يعني او لفنانات جميلات يعني ربنا يديهم الصحة وطولة العمر كلهم ويقولك دي عندها ستين سنة ودي عندها سبعين سنة ودي عندها ثمانين مالهم هم زال امر يا جماعة يعني هم مشاهرينها الاساس ان هم يعني ايه بيقولولك بصوا جمالهم عاملين ازاي بصوا هم عاملين ازاي الناس دي بتهتم بنفسها جدا جدا هي ما وصلتش للمرحلة اللي هي فيها دي ان هي بقى عندها ستين سنة وبين ان هي عندها تلاتين سنة من فراغ على فكرة ولا هي اكيد هي برضو محظوظة ان هي شكلها صغير بس هي اشتغلت على نفسها اتابت على نفسها اهتمت بنفسها وما فيش عمليات تجميل بتصغر كده في السن هو لازم الواحدة تكون هي من زمان مهتمة ببشرتها ومهتمة بالكريمات اللي بتحطها على بشرتها مهتمة باكلها مهتمة باللايف ستايل بتاعها علشان توصل في الاخر للمرحلة خلينا نروح لتقرير ونرجع نكمل كلامنا مع السادة المشاهدين ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نظارة وشباب الوجه لتبدو اصغر شكليا عشر سنوات ماسي دورو جولد يحتوي على ستة وخمسين عنصر اهمهم الدهب الخام عيار الثلاثة وعشرين والكافيار والكولاجين والهايلورونيك اساد والسيرامايد المهروفة قدرتها على اعادة شباب البشرة ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء ماسي دورو جولد مناسب لجميع انواع البشرة ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات ماسي دورو جولد خالي تماما من مشتقات الخنزير منتج إيطال الصنع ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نظارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطري ومقرها سان مارينو إيطاليا ماسي فارم إيجاب ومقرها القاهرة مصر ماسي فارم جولد ومقرها دبي الإمارات ماسي فارم أمريكا ومقرها فلاديلفيا بنسلفينيا ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب ماسي جروب يمكن شفنا في التقرير فروع كتير شركة ماسي فارم وانتشار كبير مش بس في مصر ده معناه أنه أي حد على مستوى العالمي أندر يتواصل معكو أو يحصل على ماسي أكيد طبعا يا يومنا إحنا عندنا ماسي أنت عارفا شركة ماسي فارم عملت ماسي دورو جولد ومتصنع تماما من أول وآخر في إيطاليا فروم A to Z ال56 مكون الكيميائيين اللي صنعوه المصنع هناك في إيطاليا يعني هو منتج إيطالي الصنع بنسبة 100% ماسي دورو جولد موجود في ممكن نطلبه في أي مكان في العالم فيه أرقام بتظهر على الشاشة في جميع عنحاء العالم بتتصلوا به فيه أرقام خاصة بدولة الإمارات الشقيقة وأرقام خاصة داخل جمهورية مصر العربية فماسي دورو جولد هو منتج عالمي مش مقتصر بس أنه يبقى موجود في مصر كمان لدينا فروع كثير جدا يا يومنا عندنا الفرع الرئيسي اللي هو ماسي فارم إيطالي ده في إيطاليا فيه عندنا فرع داخل جمهورية مصر العربية مقر القاهرة وفيه عندنا فرعين في دبي ماسي فارم كوزماتيكس وماسي فارم جلف اللي هو موجود في جبل عالي المنطقة الحرة وقريبا جدا ماسي فارم في إيطاليا في ولاية فلادلفيا ده لسه فرع تحت الإنشاء طيب ماسي كمان يا دكتورة ديني خلينا نقول لأستاذ المشاهدين أنه منتج مرخص من أماكن كتير مش من مكان واحد من ثلاث أماكن ومعنى أنه مرخص أنه خضع على اختبارات كتير جدا خضع على فحوصات كتير جدا تجرب على ناس كتير مر بمراحل كتير واختبارات كتيرة جدا علشان تقدروا تطرحوه في الأسواق والناس كلها تستخدمه وما يبقاش له أي سايد إفكت أو أضرار فخلينا نقول هو مرخص منين بالزبط ماسي دورجولد مرخص من وزارة الصحة المصرية مرخص من دول الاتحاد الأوروبي لأنه هو طبعا مصنوع في إيطاليا وكمان مرخص من الإمارات حكومة دبي يعني ماسي دورجولد آمن جدا ملوش أي أعراض جنبية إطلاقا يستخدم للسيدات يستخدم للرجال يستخدم لجميع أنواع البشرة من غير أي أعراض جنبية يستخدم لجميع الأعمار يبتدأ من 18 سنة من 18 لحد كام؟ لا عندنا عملاء في شركة ماسي لغاية 80 سنة بيستخدمهم ماسي دورجولد مهتمين جدا شوفوا 80 سنة ومهتما من هي جديد كريم وتحطوا علشان تبصوا في المراتب أمه بسوط طبعا يعني طبعا أمارات 80 سنة دي لسه فعز شبابها هي 80 سنة دي أصلا يومنا بأينا شكلها مثلا 50 سنة أيوة أيوة من كتر اهتمام البشرة لا أنا بقولك يعني بصوا يعني 80 سنة يعني هي كبرت فعليا في الرقم هي كبرت بس روحها بصوا قد إيه صح جميلة وصغيرة وتدور أنها تشتري كريم وتحلي نفسها وتجمل في نفسها يعني والله العظيم أنا بشوف ناس يعني أقولك إيه صحيا متهلكة متهلكة جدا جدا لكن بتتمسك بأي أشاية تقدر تخليها مقبلة على الحياة أو تخفف عنها عناء اللي هي في اللي هي في صح صح يعني أنا مثلا مثلا لما روح مثلا لقوفير مثلا ألاقي ستة كبيرة قاعدة على كرسي بعجل يعني وقاعدة مهتمة جدا إن هي تعمل ما عرفش إيه ببسط جدا لأنه قد إيه الست دي صحيحة يا عندها مشكلة أو ربنا أديها مشكلة بس هي ما فقدتش الأمل هي مبسوطة جدا فدي نمازج أنا بقول لكم كده ليه بقول لكم فيه نمازج يا جماعة عندها مشكلة كتير جدا ومع ذلك يا ما فقدتش الأمل وعندها أمل في الحياة وعاوزة تبقى حلو وعاوزة تتجمل لعل دا يديها كده طاقة إيجابية تساعدها على اللي هي فيه أنت بقى قاعدة في البيت ما بتعملش أي حاجة مثلا أو بتشتغلي أو 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 والحمد لله عندك كل سبول الراحة ليه ما تهتميش بنفسك بقى صحيحة وتيجي بعد كده تقولي دا أنا حسة أن أنا عجزت طب ما هو طبيعي لأنه أنت مش مدين نفسك حقا صحيح صحيح منافس لأن الوحيد اللي فيه 56 مكون بتقدر تستغني عن الدي كريم والنايت كريم وصيرها بتحت العين وكريم للرقبة أنا أتكلم في دا عشان السيدات اللي بتقول ما عنديش وقت أنا متجوزة وعندي عيال وبعندي مدارس هو مش 500 حاجة تحطوها يعني هو حاجة واحدة هي بتبقى خلص على تسرحتها فقط كريم ماسي دورو جولد بيغنيها عن كل الكلام دا وهي أكيد عندها خمس دا من من الأربعة وعشرين ساعة تزبط نفسها فيها فماسي دورو جولد طبعا آمن جدا كنا منتكلم برضو على الترخيص الستات الحوامل ما تهملش في نفسها الستات الحوامل بتبتدي تستخدمه من بعد الشهر التالت بديها حيوية حلوة قوي بديها نظارة حلوة قوي الستات اللي متجوزين وعندها عيال وعندها بيتها وعندها جوزها والمطبخ والعيال والنادي والمدرسة بقولك 5 دقايق الصبح و5 دقايق الليل لو شايف انه كتير قوي كفاية 5 دقايق 3 دقايق بالليل قبل ما بتنام بساعة ليه بقول كده كده العيال في المدرس بتنام بدري أصلا يعني ما تتلككوش بيناموا بدري ومدرس دخل فعلا يومنا العملاء طيرين يعني احنا قوي منتكلم ومنعمل الماركتينج بتاع ماسي بس اكتر وقت بيسعدنا كلنا لما بلاقي النتائج الـ positive لي سيدات كتير مبسوطة يعني بتقول لي مثلا انا هاخده يا دكتورة دينا وشهرين كده وكلمك اه بتقولك ايه الاخبار اه قلت له بصي انا مستنية تليفونك لا انا مجربة وعارفة ايه هو معي انا شخصيا تحفة بس انا لما صاحباتي بقى بياخدوه برضو بحب اسأل اه طبعا ايه الاخبار بقى لا يعني عارفة لان هم طبعا بيبقوا سمعوا عنه مني مثلا او اه عارفوا فلا هو ايه الاخبار يقولوا لي لا 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 احنا منبهرين منبهرين فعارفة لهو الواحد يعني ايه بيبصد ان فيه بقيت فيه حاجة موجودة حلوة طبعا ومش قادر اقولك من اكتر الحاجات اللي بتتاخد كادوهات هو ماسي مفيش ستة في مصر مفيش ستة في مصر يعني انا على طول رجال طبعا انا بقوله هو صالح للرجال باستاذنا من الرجال بس الرجال كتير بيكلموني انا مرات يا دكتورة دي خوتاني بماسي ده بجد ابعتلي لي ماسي انا هدية عيد ميلادها فبقوله مثلا هو في شرم الشيخ عشان ما دخلش على البيت من غير ومش هتدخل هتدخل فطبعا الحلو ان ماسي احنا عندنا مندوبين في جميع محافظات مصر وبيوصل في نفس اليوم لو محافظة بعيدة شوية خلال 24 ساعة ده ماكسيمم طبعا الكول سنتر متواجد يومنا 24 ساعة 7 تيام في الأسبوع ما عندناش ساعة أجازة فسهل قوي الحصول على ماسي درو جولد ومرخص من جميع الجهات وحق كل الناس طبعا اللي بتتفرج علينا ان هو يعرفوا ان منتج آمن جدا طب انتو ليه مش عاملينه في الماركتس يا دكتورة حنان يعني ليه مش عاملينه مثلا ان ننزل ألاقيه موجود كده على الشلف تمامية شركة ماسي فورم فعلا يا يومنا حبت ان هي توفر على العملة ما تخليهمش ينزلوا يسألوا فين أقرب مكان نقدر نيجيب منه ماسي لا بالعكس ماسي بيوصلهم لحد باب البيت عايزة أقولك ان ماسي عامل طفرة كبيرة جدا جدا لكل العملة احنا بنحب جدا نتابع معاهم بعد ما بياخدوا ماسي بنسألوا عايزة أقولك من أول أسبوع يا يومنا النتائج كلها إيجابية مش عايزة أقولك قد إيه وحاولت عامل إحصائية كده السن يعني ايه أكتر سن بيحس ان ماسي دور جولد فعلا جايب معا نتيجة لقيت فعلا معرفتش عامل يعني لقيت من سن 18 سنة وانتي طلعة النتائج إيجابية جدا يعني بس أكتر أكتر عمر والله كلهم يا يومنا يعني أكتر عمر بيطلبوا التلاتينين بس النتائج الإيجابية مع مين هي فعلا مدية من سن 18 سنة فما فوق من غير أي تفرق يعني فعايزة أقولك جايب نتيجة هيلة جدا من أول ضغطة يا يومنا بنحس بنضارة وحيوية كل التعليقات من أول ضغطة بتحس بنضارة وحيوية التجعيد التصبغات الجلدية البقع لدكنة من كل أسبوع بنحس بتحسن لحد ما بيخلص الكورس لمدة ست شهور كل الناس اللي أخدوا ماسي دورو جولد بعد إتمام الشهر السادس ما بيحطوش ميكاب ودي شهادة من كل الناس اللي استخدموه وما بيرجعوش يستخدموه تاني وما بيرجعوش يستخدموه تاني ليه بقى؟ لأن أنت ما بتحطيش ميكاب لأن الميكاب هو عبارة عن زي حاجز أو حاجة بتداري بيها عيوب البشرة فلو أنت بشرتك حلوة وما فيهاش أي عيوب وبرفت أنت مش محتاجة تستخدمي أي ميكاب وده اللي أنا بقوله أن ماسي دورو جولد هو علاجي تجميلي للبشرة بالنسبة ليه؟ إحنا كنا بنقول في إيه؟ كنا سألتيني على حاجة دلوقتي؟ أنت نستيني يا دكتورة حني خدتيني في الكلام ونستيني إذن هو ما بيحتاجش الوحدة هو ما بيحتاجش لميكاب هو ما بيقراروش تاني ليه بقى؟ لأن ماسي دورو جولد زي ما بنقول هو بيزبط صبغة الميلانين للمستوى الطبيعي بتبقى عالية جدا وده اللي بيسبب الهالات السوداء التصابغات الجلدية الكلام ينمش أي مشاكل في البشرة فلما برجع صبغة الميلانين لمستواها الطبيعي أنا كده بفتحه تماما ده السبب الرئيسي اللي بيخلي لنستيكس أكشن موجود فيها الوايتنين وبيعالج شحوب الواجه فأنتي زبطت صبغة الميلانين لمستواها الطبيعي ومرها ما بترجع تعلتيني فعشان كده ده اللي بنقوله إن ده السر وراء إن ماسي دورو جولد إزاي نعجز بزكاء وإزاي يخلي شكل البشرة شكليا أصغر عشر سنين يعني هو الفكرة مش إنه قالك تجايد بس هو بشغل على التفتيح كمان لأنه في شريحة كبيرة جدا ممكن تقولك أنا ما عنديش تجايد ولا عندي أي حاجة بس عاوزة أفتح أفتح عندي مشكلة الشمس حرقتني بقى خسيت زيادة عن الحد فالخسية بتغمق على فكرة الواحد لما يخس زيادة عن اللزوم تلاقي وشه قال كده وغمق ففكرة التفتيح دي برضو ده عايز أقولك أنا كل العمل عايزين تفتحه يعني كله طبعا إحنا طلعنا من فصل السيف كلنا غمئين ماسيد الرجل بيقدر يرجحها للونها الطبيعي بين نظارة وحيوية ده سيدات ورجال سيدات ورجال سواء الرجل عايز بشرته تفتحها أو السيدة طبعا ماسيد الرجل الحل الأمثل أولا لعلاج الهالات السودة اللي مش مكتصر على سن معين على طول ما نقول هالات السودة والتجعيد ده بعد التلاتين بعد الاربعين أو whatever التجعيد والهالات السودة أنا بقيت أشوفهم على بناتهم وعندهم 15 سنة فماسيد الرجل بيدي نتيجة هيلة للتفتيح بس مش واحدة مثلا سمرة هتبقى إبيضة بيدي نتيجة التفتيح بتعلونها الأساسي بس بصحة للبشرة بكوالة عالية مش هتحتاج ميكب كتير قوي بيستخدموا ماسيد الرجل واحدة بتشتعل في شركة أو بتشتعل في whatever فبتقولي يا دكتورة دينا والله أنا بقيت أنزل الصبح حتى مسكرة وروج ما بقيتش أحط طبقات الجلد طبقات الميكب البانك كيك والفاونديشن والكونسيلر والكلام ده كله فماسيد الرجل ده الحل الأمس اللي علاج أي تسببات جلدية نمش انت عافى نمش كمان بيكتر في الصيف قوي بيقدر يعالج النمش علاج نهائي يقدر يعالج التسببات الجلدية الهالات السودة البقع وكلف الحمل يمكن سيدات كتير بتعاني من كلف الحمل بيقدر يعمل ده وكمان ممكن كوزماتيكس معينة لو عملت حساسية في البشرة الحساسية بتحمرها وبتقلب غمقة أحيانا فيه كوزماتيكس بتعمل حساسية ماسيد الرجل بيقدر يعالج حتى الغمقان لنتيجة حساسية من أي حاجة تانية جميل طيب نروح لتقرير يا جماعة ونرجع مرة تانية نكمل كلامنا ماسيدورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نظارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكليا عشر سنوات ماسيدورو جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الدهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أساد والسيرامايد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة ماسيدورو جولد مناسب للرجال والنساء ماسيدورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي ماسي دورو جولد مرخص من حكومة دبي الإمارات ماسي دورو جولد خالي تماما من مشتقات الخنزير منتج إيطالي الصنع ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نظارة الوجه لتبدو أصغر سنة بعشر سنوات من الأولى من المستحضرات ماسي دورو جولد ستبدأ مرخصاً، صفحة وفرماً ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إتري ومقرها سان مارينو إيطاليا ماسي فارم إيجاب ومقرها القاهرة مصر ماسي فارم جاوف ومقرها دبي الإمارات ماسي فارم أمريكا ومقرها فلاديلفيا بنسلفينيا ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب دكتورة حنان يمكن أنتوا اعتمدتوا على تقنية النانو بالظبط وتقنية النانو دي من التقنيات اللي انتشرت على مستوى العالم أنها تقنية متطورة جداً في صناعة أي حاجة أي حاجة في منتجات التجميل خلينا نشرح للناس يعني إيه تقنية نانو ويعني إيه لما استخدم متطورة في ماسي دي إفادة كبيرة أو إضافة كبيرة لمنتج زي ده مظبوط هي تقنية النانو أو النانو تكنولوجي دي يومنا بتعتمد على أننا ال56 مكون اللي موجودين في ماسي دورو جولد أنا بطحنهم تماماً يعني إيه يعني بصغر البورتيكلز أو الجزيئات أوي لدرجة أن أنا أخلي الجلد يبقى سهل عليه امتصاص ال56 مكون ده هيفدني في إيه؟ هيفدني في حاجتين أول حاجة إن كل ضغطة من ماسي دورو جولد هيبقى فيها ال56 مكون يعني أنا عندي أهم حاجة إن ماسي دورو جولد معمول بـ Pump أو Atomizer كده إن أنا لو حطيت يعني أهو أنا مثلاً أنا هحط نقطة النقطة اللي أنا حطتها دي دي نقطة شوفي قد إيه؟ فيها ال56 مكون فال56 مكون دول موجودين في كل ضغطة من ضغطات ماسي ده بفضل تقنية النانو تكنولوجي كمان حاجة تانية كل نقطة فيها كل المكونات فيها ال56 مكون فيه ناس تقولك لأ طب ما هو أنتوا بتقولوا إن الدهب جزيئات يبقى الجزيئات هتنزل تحت عشان تقيلة هقول لها لأ لأ لأن المنتج معمول بتقنية النانو تكنولوجي اللي خلت جزيئات الدهب تبقى مندمجة مع ال55 مكون التانين ويبقى كل ضغطة من ماسي دورو جولد بتحتوي على ال56 مكون دي أول حاجة تاني حاجة من تقنية نانو تكنولوجي خلت الجلد يقدر إنه يستجيب بسرعة ويمتص بسرعة ال56 مكون من غير ما بيسيب أي أثر دهني على البشرة وده بينفع جدا فيه البشرة الدهنية والبشرة الجفة وكمان البشرة المختلطة طيب فيه ناس كتير تقول طب الكلام اللي بتقوله ده ده جميل بس الكلام ده بتاع ناس معينة بتاع شريحة معينة مش بتاع نحن ده أنا بتكلم عن اللسان الناس اللي ممكن تكون بتشوفنا دلوقتي هل هو ده حقيقي إنه ده إطلاقا يعني ماسي دورو جولد يومنا غطى كل الفئات وكل الكلاسز عندنا عملة في محافظات وفي مراكز مركز في مركز عندنا سيدات ربات منزل ما بتشتغلش عندنا سيدات عاملات عندنا أعلميين أعلميات عندنا كل الفئات فعلا أنا لما بستقبل تليفونات بنفسي يا دكتورة دينا أنتوا عاملين منتج مش لنا مش للمصريين أنا بقول لك الزمان معظم النز لا بالعكس ماسي دورو جولد موجود وبقت ثقافة العناية بالبشرة موجودة في كل الفئات متعلمين غير متعلمين كل الفئات عندها ثقافة العناية بالبشرة بالعكس ماسي دورو جولد ما أعتقدش أن في محافظة في مصر ما حصلتش على ماسي دورو جولد ولا حتى مرجز جوه هو ما فيش ستة دلوقتي مش عارفة ماسي دورو جولد الحقيقة يعني يعني عادت يومين كده في المصيف يعني فلقيت كل الستات ما شاء الله عارفة ماسي دورو جولد يعني ما عرفتش يعني كل معود ألاقي حد جاي بيسألني عن ماسي دورو جولد فلقيت كله ورجالة كمان على فكرة يعني تلاقي الواحدة قاعدة إيه مثلا الجنب جوزها أخوها أه تلاقي الكلام عايزة تعرف عايزة تستفسر صح ومش عيب أبدا يا يومنا أن أنا أحاول أوصل لجمال الممثلين أو جمال الإعلاميات أو كده بالعكس ده أنا دي حاجة كويسة أن حاجة تبقى في متناول إيدي أن أنا أجبها مكالمة تليفون وتوصلني لحد باب البيت ويشبهني بجمال الممثلات أو جمال الإعلاميات أو أي حاجة فدي حاجة كويسة بالعكس دي حاجة أو أنا دايما بقول أن ما فيش واحدة على طول كل حلقة بقول ما فيش ستة مش حلوة صح كل واحدة تقدر أن هي تبقى أجمل واحدة في الدنيا ومش شرط تكون يبتتمتع بالمقاييس العالمية للجمال على فكرة يعني مش شرط تكون عينيك عاملة إزاي وبقى عاملة إزاي وشعرك خالص أنت ممكن تكون ملامحك بسيطة ورئيئة جدا بس البصة في وشك يعني تطول العمر تطول العمر زي ما بيقولوا هو ده المطلوب بس مش أكتر ولا أقل فمسي مش بتاع ناس معينة ومش بتاع الإعلامين ولا بتاع الفنانين ولا 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 أنا نفسي شفت ناس عادية جدا طبيعية جدا ناس زي أمهاتنا وإخواتنا ناس عاديين زينا ناس عاديين خالص وبيستخدموه مبسوطين وبيكرروه على فكرة وبيكرروه طب يمكن أنا سألت السؤال ده هعيده تاني هو لازم يتكرر ولا هو مرة واحدة كفاية هي العبوة كورس كامل بيعلاج كل علامات التقدم في السين وانسك أنت خلاصي الكورس خلاص وشك اتعالج بس أنت لازم تحافظي يعني أي سيدة بتستخدم ماسي بعد ما بتخلص الكورس لازم تحافظ على النتيجة مش نتعرض للشمس ونحطش واقي شمس نشرب ماي كويس نبقى اوبتميستيك للحياة يبقى عندنا البوستف انرجي لكن لو مش عايزة تقرره مفيش مشكلة أنت وشك هيفضل بكواليتي عالية جدا مدى طويل في ناس كتير بتحب تقرره حتى لو المشكلة تعالجت بتقولي لأ أنا المشكلة تعالجت فعايزة حافظ بيعتيلي تانية يا دكتورة دين ففي ناس كتير بتقرره لكن الناس اللي مش قادر تقرره هو قريدي في 56 مكون بتحطي دهب وكافيار وكولاجين وسيرامايد وفيلر وبوتوكس لاك أكشن ومليون حاجة في وشك على مدار 6 شهور فلا لو انت مش قادر تقرره خلاص انت بتاخدي الكورس ده بيبقى بعد 6 شهور أي مشكلة من علامات تقدم في سلم تعالجت تماما أنا بشكركم على وجودكم معي نهاردة ضفت العزيزة دكتورة دينة بصعود ودكتورة حنان الحسيني احنا حلقتنا خلصت تقدروا تشوفوا حلقات كلها على اليوتيوب واللي ملحقناش في الهوى اللي قاعدة بتاعتنا بتبقى 8 صباحا أي حد عنده سؤال أو استفسار يبعتوا على صفحتي الشخصية اللي هتظهر لحضراتكم على الشاشة دلوقتي أتمنى دايما نكون ضيف وفاقة على حضراتكم أشوفكم بكرة إن شاء الله وانتوا في أحسن صحة وفي أحسن حال كنت معاكم يومنا طولة السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة